اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في perfected أثارة من علم، أو أثارة من علم، أو أثارة من علم، أو أثارة من علم، وهي تظهر أنهم أثارة مع الله سبحانه وتعالى. هذا يعني أيضا في سورة فاطر الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أرولي ماذا خلقوا من الأرض؟ أم لهم شركوا في السماوات؟ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ بل يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. هناك أولا. الثلاثة من الثلاثة من القرآن إبن الله سبحانه وتعالى يقوم بسيطة من الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب و someone's in surah al-hajj the general meaning provided by this verses that these creatures are absolutely powerless they even cannot create insignificant creature like a flower We see in our personal experience in science some people are collaborating with other some laboratories are collaborating with another practice to fulfill أو لتعبير من المؤسسات أو المساعدات وَلَا وَجِيْتَمْعُ لَهُ حتى لو كانوا يتعبون بها وَإِيَسْلِقُهُمُ الْذُبَابُ شَيْءًا أَلَّا يَسْتَنْقِذُوهُمْ مِنْهِ حتى لو كان هذا المطلون يسرع بأي شيء من هذه المجلسة من هذه الأدلة أو من هذه الأطفال من هذه الأطفال، من هذه الأطفال، من هذه الأطفال، نحن لا يستنقذهم منها لديهم عبداً من أجلسات من أجلسات الأطفال كمعبارات المستقبل من أجلسات الأطفال لذا، هذا هو المؤسسة للأجلسة يا أجلسة، لماذا لا تقدم من الأجلسات من أجلسات المحتاجة بأجلسات الأطفال التي تحتكى إلى أنك؟ التي تحتكى إلى أنها مدسسة التي تحتكى إلى أنها مدسسة الله سبحانه وتعالى أُنصر قامت برسالة في القرآن مثلما أن هذه الأطفال هم تقدموا من بيضارات للإوماسات من أحدث بديل المسؤولة المعدة قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفعا والله هو السميع العليم هل تعبضون من دون الله ما لا يملك لكم ضررا ولا نفعا والله هو السميع العليم الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى قل فما يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح عيسى بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير أيضاً لكي حتى يتم تكون إيسى عليه السلام من المجتمع دلقاء الله سبحانه وتعالى Een من الذين من ومتلق الله سبحانه وتعالى أعني إبناء الله سبحانه وتعالى سيدنا إيسى بن مريم عليه السلام أو الأمر وأم Studies أكثر من البيئة فزياء برؤية من البيئة ونسبة البيئة فضيلاً هذا المنطقة لديهم استمتعيسات ويحاولة لهم ويوجدهم ويوجدهم من البيئة لهم ويوجدهم ويوجدهم من البيئة مستقل فزياء ثم فضيلاً ويجعله بعد أن تقول هذه الحقيقة أن هذه الناس لا يساعدة ومساعدة الله سبحانه وتعالى أعلم في القرآن أعلم في القرآن الثاني أعلم في القرآن الكثير من سيدنا إبراهيم ثم سأقوم بكثير من القرآن ثم سأقوم بكثير من سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى أن سورة الأنعام تظهر لنا الإبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقال إبراهيم ولأبيه آذر أتتخذ أصناها من آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الممكنين ثم إلى the end of the verses when إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى shows us that إبراهيم عليه السلام has been observing the reverse around him even before being a prophet ثم نفهم من the verses here in سورة الأنعام that worshiping the heavenly bodies like the sun, the moon and the stars were dominant at the time and that إبراهيم عليه السلام has not been convinced by this kind of worship that he has been observing the reverse around him by his pure perception by his pure perception and what he noticed here is the simple fact that anyone can notice فلما جن عليه الليل رأى كوكما قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما لعى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لإلا بهديني ربي لا كنن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشكون إني وجحت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فحنيفة هو ما أنا من المشركين he just observed it those people who are worshipping the sun, the moon and then erecting idols for them the god of the sun, the god of the moon and so on then he have been observing this universal phenomena what the common thing between these creatures is that all of them rise and then disappear from the sight so this means that the conclusion that Ibrahim made is a simple conclusion they are bound, they are controlled by a rigid and strict law that makes them take this behave in this way or behave in this manner and that's why they are controlled and cannot be the creator of this universe that's why Allah SWT says in the second section that we caught today in Surah Al-Anbiya Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim he had a wisdom even earlier or before being a prophet by just observing the universe around him وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَهِيمَ مُشْدَهُ مِنْ قَبْلَ وَكُنَّ بِيَا عَيْمِينَ we thought upon Ibrahim Alayhi Salaam wisdom and we knew him or were acquainted with him then the story of the idols with Ibrahim Alayhi Salaam as we all know and as presented here in Surah Al-Anbiya I'll give I'll give short comments on the verses without reciting the verses because it will take long time but in this verse provided in Surah Al-Anbiya we will find the following that Ibrahim Alayhi Salaam found that his people are worshipping idols and that then he he asked it what these idols that you are worshipping okay they stated that we found our fathers our ancestors worshipping them then he started by the simple the simple mental argument saying that بَرَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ as we indicated before in the in the first point that when Allah shows that these creations are powerless he emphasized two points that they have no share in the creation and they are cannot provide benefit or cannot protect anyone from harm then Ibrahim Alayhi Salaam stated the truth and when they are not interacting with the mental evidence Ibrahim Alayhi Salaam provided a practical a practical evidence and as we as we know from the verses that he broke the idols and then the argument is that he left the chef idol or the supreme idol and when they started to ask who destroyed these idols Ibrahim Alayhi Salaam made a simple argument بَل فَعْلَهُ كَبِيرُومْ هَذَا فَاسْأَلُهُمْ مِنْ كَنْ يَمْ تَكُونَ this supreme idol destroyed broke them broke these idols and this kind of sarcasm of course kind of mockery of course he is he is knowing that it is not true and they also know that that idol a stone cannot destroy other idols and we we notice from here that what Ibrahim Alayhi Salaam wanted to show that they are helpless the same point helpless cannot protect themselves cannot protect themselves or cannot raise a claim against Ibrahim Alayhi Salaam who broke them or cannot raise a claim for themselves this is the case brothers for whatever the people are worshiping in these days I will say before this and I will pray for Allah and I will pray for you and I will pray for you I will pray for you blasphemous and I will pray for you to finalize your presence and I will pray for you to unbexagenous to our Savior God there will be waves on the citadel ثم أما بعد. لذلك من التعامل من إبراهيم عليه السلام نعرف أيضاً الأشياء كما قال إبراهيم عليه السلام قل لي الله سبحانه وتعالى هو من قلت الأشياء والأرض في الثالثوم في القيوات البر� Centre فتعبدون من دون الله ما لا يخبركم أفلا تعقلون اجل الثالث أهلاً نرى أن أن ت расскرأ cumin من الله سبحانه وتعالى أو ين Berひدان من حغول و JeremyAlcée فأوبfashioned ماذا؟ 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 في هذه الطريقة؟ ثم، ماذا هي المساعدة من الإسلام بإسلام لإنسان الناس من إدلجة أو إدلجة أو إدلجة في هذه الطريقة أو أشياء ما الذي يفعله لهم؟ إسلام، باستخدام الأنبياء في سورة الأنبياء، في قصة إبراهيم عليه السلام ما هذي التماثير التي أنتم لها عكيفون؟ إرغتر من الإسلام أو إرغتر من الإستيوسات إن يستطرقاً مباشرة في الإسلام لكي يصدقون الإسلام لأشخاص الذين يتعين أو يتعين إنه مباشرة في الإسلام هناك الكثير من حديثة حديثة في البخاء للمسلم إنه مباشرة في الإسلام حتى لتشغل، باستخدام حديثة حديثة بروسه محمد صلى الله عليه وسلم لتبع مجلس على المسجد من الناس من الناس من الناس لأنه يجب ومن المناسبة في إجراء المسجد من الناس لأنه يجب وضعهم لإسعارهم ومعهم سواء حول الناس في بعض الأميقين ما يحدث في بعض الأحيان في العالم. وإسلام أيضا يريد أن يتعلم أن لا يتبعوا الناس بسيطة تعتقدين. نعلم من الحياة إبراهيم ما هذه التماثيل التي أنتم لا عبدون؟ قاروا وجدنا أبا أنا لا أعبدين بسيطة تعتقدين. هناك الكثير من القرآن التي تتعلم الناس ليس لتتبعوا الناس بسيطة تعتقدين بسيطة تعتقدين بسيطة تعتقدين بسيطة تعتقدين ما يفعلون الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفقر وذكرهم تبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه أبانا وكان أباؤهم لا يعقلون شيء ولا يهتدون وخصوصا الإسلام يريدنا لسيطة تعتقدين لن تعتقدين جميعا فقط تعتقدين تعتقدين جميعا حتى إذا كانوا تطلعوا، يمكنهم أن تذهبوا. وهذا ما حدث في قصة إبراهيم عليه السلام، كما نعرف من قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأنبياء فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون عندما قال إبراهيم عليه السلام أنت هذه إبراهيم ليس بساعدة إنهم يقولون أنهم في مدينهم عندما يفكرون أنهم في مدينهم يقولون أنهم مديناء لأنهم يعتبرون هذه الهدفة المساعدة ثم نقصوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء يمتكون ثم يختلفوا أخرج وعندماعها إلى أحيانهم لقد علمت ما هؤلاء يمتكون ثم بعد أن تقوموا بحق المدينة في مدينهم فقالوا بحق المدينة بعد ذلك هذه هي الأجهزة الأهمية التي تحسين الناس من تحسين هذه الهدفة التي تتعلم المدينة وليس تتعلم المدينة من المدينة لذلك الله سبحانه وتعالى في أخير فقالوا بحق المدينة الله سبحانه وتعالى تتعلم المدينة لتحسينهم لا تتعلم أي مدينة معهم لا تتعلم كريتكاً كريتكاً لا تتعلم أي شيئاً لهم ومن أحد أقول قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه ما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى وما كان من دلل فمن نفسي ومن الشيطان اللهم جعنا من الذين استعمونا القول فيتابعونا أحسنه يا رب العالمين اللهم احدينا فيمن حديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك ربنا لا تزو قلوبنا بعد إذا ليتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هب لنا من لدنك رحمة تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتهدنا بها سبلنا وترد بها الفتن عنا وتحفظنا بها من كل سوء يا رب العالمين ربنا لا تزو قلوبنا بعد إذا ليتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم هامين يا رب العالمين وعقم الصلاة